اشتركوا في القناة وتسخيره كأداة رئيسية لتحقيق الاستدامة في الأعمال ونمو الاقتصادي على مستوى المنطقة وخلال المنتدى تم الخروج بعدة توصيات من أهمها تعزيز مخرجات الإرشاد والتوجيه والتدريب وموأمتها مع متطلبات تنمية المستدامة حيث أصبح الإرشاد يلقى رواجا على المستوى العالمي كأحد أقوى الأدوات وأكثرها تأثيرا في مجال تسريع خطة تنمية الموارد البشرية هذا وسوف تستمر ورش العمل الخاصة بالإرشاد على مستوى دول مجلس التعاون حتى يناير 2022 وذلك تحضيرا للنسخة الثالثة من المنتدى والتي ستقام في المملكة العربية السعودية نهاية العام المقبل ترجمة نانسي قنقر